مسألة هدم نظرية الأمن في الكيان الصهيوني المحدل مصر الجيش المصري سنة 1973 هدم الجزء الأكبر من نظرية الأمن الإسرائيلي بأنه الجيش المصري قدر أنه يهدم أسطورة اسمها الجيش الذي لا يقهر وأسطورة تانية اسمها خط برليف والخط المنيع وأكبر حاجة تعملت ولا يمكن حد يعرف يعديها فالحقيقة أن العقل المصري الفز قاعد يفكر كويس غير أنه يبقى فيه خطة خداع استراتيجي إلى آخره لكن العقل المصري الفز استخدم مضخات وخرطين مية عشان ينزل هذا المانع والساتر الترابي على الأرض وشكرا مش بس كده صهينا لما احتلوا سينة بعد 67 خلص كانوا بيعتبروا أن سينة دي جزء من الأراضي بتاعتهم احنا متفقين زي ما تكلمنا قبل كده أنه ده كيان قايم على فكرة التبعية والاستتباع هو تبعية لكيانات أكبر بتحمي مفهوم وحالة الاستتباع أنه بيعود يستتبع أراضي قدر الاستطاعة دولة طول الوقت توسعية وقاعد عمالة بتكبر في المنطقة وفي نفس الوقت هي بتمارس الوظيفة الموكالة إليها من كيانات أكبر فلما استتبع وخد احتل سينة بعد 67 فبدأ يفكر في أنها خلص هي جزء من هذه الدولة أو جزء من هذا الكيان وبيفكر بقى يبني فيها المستوطنات ويفكر يشوف بقى هيعمل فيها مدن سياحية إزاي وهيعمل إيه ويساوي إيه وحاجات زي كده فلما مصر عدت القناة وهدمت خط برليه في الجيش المصري ودخل جوه هو عمليا بالنسبة للصهاينة خد بالك من الجملة كويس عشان تتفسر بالمظبوط بالنسبة للصهاينة هو دخل جوه عمقه بالنسبة لنا احنا بنسترد أردنا وبنحرار صح؟ طيب فأصبح قدام العالم حاجتين أول حاجة أنه الجيش الإسرائيلي ده جيش يقار ويقار ويقار الحاجة التانية بالنسبة للصهاينة آه انهارت نظرية الأمن وحالة التخويف والإرعاب اللي طول الوقت كانوا بيمرسوها تجاه المنطقة بالكامل اوعوا تقربوا لنا ده احنا جمدين قوي اوعوا تقربوا لنا ده احنا نهزمكم في خمس دقايق انتم عندكوش السلاح بتاعنا انتم مش مدربين زينا احنا أزكية احنا عفريت احنا أشقية وبيستخدم طول الوقت الدعاية بتاعته بروباجندا بحيث ان هو يصور هذا الشخص اللي بيحمل هذه الجنسية هذا الكيان بانه الأزكى الأقوى الفز العبقري اللي جاي بتديب من ديله اللي سمعك وشايفك وعرفك ودرسك وهرشك وهرسك ففي 73 انت راح تجيب كل ضع الأرض طيب عدت خمسين سنة نص قرن سبحان الله وانت بتحتفل بما تحب ان تسميه انقرات اليوبيل الذهبي خمسين سنة عدت على نصرك وهزمتهم فتيجي المقاومة تروح تهدم ما تبقى من نظرية الأمن بتاعات الكيان الصهيوني اللي هو بيقولك بص دي كانت حرب بأصل الجيش ومش الجيش والمصريين عملوا والمصريين ساووا أصل كانوا بيساعدوهم الدول العربية فكاء تمام بس أنا جبتك على الأرض فييجي يوم 7 أكتوبر يهدم ما تبقى من نظرية الأمن إزاي فتيجي مقاومة بأسلحة عادية خالص أقل من العادية ويروحوا دخلين مخترقين هذا الحاجز اللي محطوط هذا الجدار العازل اللي بيحوطوا بيه غزة فيحولواها الأكبر سجن مفتوح عرفها في تاريخ البشرية ويخترقوا هذا الجدار ويخشوا جوه المستوطنات ويفعل ما يفعل أيا كان اللي عملوا بتشوفوا إزاي لكن عمليا هو هدم ما تبقى من نظرية الأمن الإسرائيلي لأ ده دخلك في العمق ودخل جوه المدن بتاعتك ودخل البيوت ودخل معسكرات وعمل الللي إسرائيل بتعيش أسوأ لحظات حياتها من 73 يعني أسوأ لحظة في 73 فتعاد مرة تانية برضو في أكتوبر بس في 23 فعمليا فيه جسر ربط ما بين اللحظتين 50 سنة تقدر تبص عليها كده أكتوبر تقدر تبص عليها كده سبت تبص عليها بص عليها زي ما تبص بس الرئيسي في الموضوع هو هدم نظرية الأمن بالكامل إذن هذا الكيان ليس بالقوة اللي انت متصورها أبدا يفضل لنا فكرة التبعية إنه هو مسنود مسنود من دول في أوروبا طبعا مسنود من الولايات المتحدة الأمريكية أمر لا شك فيه على الإطلاق إيه الأهم في اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي دي الأهم هو إنك إنت وإنت بتبص على الموضوع كله على القضية برمتي هاي زي ما بيت قال وبتبص على الأوضاع الراهنة كما نحب أن نقول مع بعض بقى إنه حد أي حد عنده مصلحة فيه اتساع رقعة الصراع يعني إنت عاوز رقعة الصراع تتمدد خارج القطاع فيش حد ليه مصلحة في ده طب في حد عنده عقل مستعد يستقبل ده أو يستوعب ده طب في حد بيخاف على بلده مستعد يستوعب ده يعني هل من المفترض أنه تتسع رقعة الصراع لجماعات وظيفية بتشتغل بالوكالة لبعض الدول أو تتسع رقعة الصراع علشان تخدم أحلام أو طموحات فوضوية لجماعات زي الإخوان على سبيل المسال للحصر وما تستبعدهمش عن ده خالص طول الوقت يعني ولا تظن أن هما بينظروا لده بمنظور قومي عربي والحفاظ على الأرض الإخوان لا ليهم لا في الأرض ولا في ديولو أنا بكلمك على الإخوان بكلمكش على حد تاني بمسميهم الواضح والصريح التنظيم الدولي إخوان المسلمين جامعة الإخوان المسلمين التي كانت سابقا موجودة في مصر إلى آخر ده من مصلحته تسعر رقعة الصراع ليه؟ لأنه عايز فوضو والفوضو هتأهله وتجهز له الأرض إلى أنه يظهر مرة تاني بعض الدول الموجودة في المنطقة شايفة أنه طبعا إحنا نستخدم الوكلة بتوعنا اللي موجودين في المنطقة فدقدر أن إحنا نحصل على بعض المكاسب أو أن أنا أستخدم الوكلة علشان أضغط على الأمريكان أضغط على الأوروبيين فأقدر أحصل على مكاسب طيب السؤال تاني مين من مصلحته أن رقعة الصراع تتسعر طيب مين من مصلحته أن مصر تتورط في حرب هل مصر تقدر؟ مصر تقدر ونص وزي ما قال في خامة الرئيس مصر دولة كبيرة وقوية جدا جدا ربما الأيام الشهور السنين عشرات السنين تشرح لك ما لا يستطيع أحد شرحه الآن لكن هي مصر تقدر بس السؤال هل ده في مصلحة المنطقة بالكامل أن مصر تتورط في حرب فلما تخش حرب فتشتعل المنطقة كلها كلها عن بكرتي أبيها أو أنت متصور أن مصر لو دخلت حرب في حد آمن لا يبقى عندنا مشكلة بجد بقى مصر لو دخلت حرب خد بالك مصر لو دخلت حرب محدش آمن من المغرب لحد حدود العراق وسوريا محدش آمن من جنوب المتوسط يعني ساحل البحر المتوسط وحتى بحر العرب والمحيط الهندي محدش آمن كذا الحال وسط إفريقيا يعني المنطقة بتاعت وسط إفريقيا من غرب إفريقيا لحد شرقها لحد القرن الإفريقي محدش آمن لو مصر دخلت حرب هتشتعل المنطقة كلها عن بكرتي أبيها طب أنت متخيل أن المنطقة دي تقريبا يعني ممكن تحطها على الخريطة تمسكها كده لو إحنا حتى عندنا خريطة أو لحاجة أنت متخيل المنطقة دي لو اشتعلت إيه حال العالم خلاص كل واحد بقى يشغل الوكالة بتوع طب هو فيه ووكالة كتير طب هما الوكالة دول بتوع بلد واحد لا بتوع بلد كتير البلد اللي موجودة في المنطقة وبلد بره المنطقة وبلد في الشمال وبلد في الغرب وبلد في الشرق حدث ولا حرج أصبح في عندك إيه اللي الناس بتتكلم عنه يا خبر ربيض إحنا دخلين على الحرب العالمية التالتة ولا إيه ما هو لو اشتعلت الحرب في المنطقة هيبقى كده إذن القومية العربية حلوة وجميلة ورائعة وعلى عيننا وعلى قلبنا كلنا أظن زي العسل لكن مفيش داعي تاخدك الحماسة مش بتكلمها الحماسة الحماسة أكتر مما يجب يعني أنا دايما أقول جملة لطيفة كده آخر ناس آخر ناس بتذهب إلى خيار الحرب هم العسكريين ليه؟ لأنهم أكتر ناس عارفة أنه الحرب شيء بشع أكتر ناس عارفة ليه يا يوسف كلنا عارفين لا يا حبيبي مش كلنا عارفين ولا حاجة العسكريين هم أكتر ناس لأنهم اللي بيلمسوا ده دي شغلته شغلته مقاتل محارب ظابط مجند دي شغلته وهو عارف هو عارف يعني إيه حرب وعارف تأثيرات الحرب على اقتصاد الدولة اللي هو من أنا هنا مش بكلمك بس على مصر أنا بكلمك على أي بلد في العالم خيار الحرب هو آخر حرب يختاره العسكريين غير 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 العسكريين بقى لا الناس دايما في كل دول العالم برضو والله هي مش بس مصر يلا بينا وين هي سحبة نبوت هي مش خناء مش عاركة بلدي يعني مش عاركة على القهوة المسألة أبعد من كده تتكلم هنا بقى على تبعات اقتصادية تغرق الاقليم كله وتوقعه كله كله بأكبر اقتصاداته بأصغر اقتصاداته بالأغنى بالأفقر كله يقع بس كده شغل أوسط منطقة شديدة الأهمية للعالم في دول كتير مهمة عندها انه يبقى فيه بقر صراع في المنطقة عشان تستفيد بس لو اشتعلت المنطقة بالكامل وده اللي دايما بيشرحه بقى هنا فخامة الرئيس للكل للكل ده اللي بيشرحه البيت الابيض ده اللي بيشرحه الباريس ده اللي بيشرحه اللندن ده اللي بيشرحه البرلين إلى آخره يا جماعة اشتعل المنطقة أو حتى تحولها إلى مناطق صغيرة من الصراعات اوعى تفتكر انضاف مصلحتك ولا إنه دا هيؤدي إلى مصالح مستقبلية كانت قريبة أو بعيدة المسألة مش كده خالص أهل مكة قدر بإيه؟ بشعابها إحنا اللي قدر لو اشتعلت المنطقة ولو على حتى شكل بقر صراع كثيرة متنسرة مش حتى حروب ما بين الجيوش النظامية لأ ده كل العالم ضاع كل العالم ضاع تعالي بقى بص قبل ما أدخل معاك في الحتة اللي جاي على طول دي تعالي بقى بص طب هو مصر يا ترى هل ترى دورها أو حجمها في هذه المنطقة وبالذات اللي تقدر توضحه أزمة زي اللي احنا فيها دي أو كارثة زي اللي احنا فيها دي هي مصر حجمها ضخمة جدا احنا بقى نقدي إيه دلوقتي داخلين على شهر إلا أربعة أيام بقى حاجة كده طيب تكلم في 26-27 يوم يعني قعد بص كده على جوجل وحاول تسورت وتشوف كده من يوم سبعة 28 يوم صح من يوم سبعة أكتوبر حتى هذه اللحظة العالم بيكلم مين هتجي تقول لي بيكلموا ناس كتير أقول لك واحدة واحدة في فرق ما بين بيكلموا ناس كتير وإنه المحور الذي يتوقف أمامه العالم للحديث والمباحثة والتفاوض والوصول إلى توافقات طول الوقت هو القهارة جمهورية مصر العربية رئيس جمهورية مصر العربية سيد عبد الفتاح السيسي التاريخ عايز كده مش بمزجنا والله الجغرافيا بتقول كده ميزان القوة بيقول كده قدرة مصر على إنها تقدر تخلق استقرار في دوايرها الحيوية تقدر تخلق استقرار في دوايرها الحيوية اللي منها بتطبع منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية منطقة شرق المتوسط منطقة القرى الإفريقية الآخر بتقول هو ما فيش غير مصر هزيدك من الشعر بيت الغرب عارف كويس جدا إن رئيس الجمهورية رجل لا يستفز وإنه بيتعامل بمنتهى الهدوء بمنتهى الهدوء بمنتهى الحكمة لا يستفز لا ينجر وراء أي حاجة يلا بينا نتحمس ونروح أو ينجر وراء أي شكل مشكلة الاستفزاز وبالتالي العاملين اللي الغرب أو الشمال يعني أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية عايزينهم أو يقدروا يتفهموا معاهم اللي هي رئيس هادي حكيم وفي نفس الوقت دولة كبيرة قوية في إدها مفاتيح المنطقة ده ممكن تبص عليه مثلا في حديث الرئيس النهاردة مع نجيب ميقاتي ده مثلا أو مع جون كاري في بداية الأزمة أو مع بايدن أو مع مكران أو مع أولف شولدس إلى آخره هاتلي بقى حد في العالم من كل دول كل دول أعدوا بهذه الوتيرة وهذا الإصرار والاتصالات المستمرة مرة واثنين وثلاثة ولقاءاته غير مع الرئيس المصري ترجمة نانسي قنقر